عايز أرجع معاك بجد بقى على مسألة فريق القاهرة وتغطيته الرائعة الحقيقة شديدة المهنية والاحترافية وكأنه زملائنا الأعزاء في القاهرة لديهم مئة سنة خبرة في هذا النوع من التغطيات يعني وكأنه لديهم من الخبرات ما يفوق أعمارهم الحقيقة أنه ده معناها أنه احنا عندنا فريق مش بس محترف لكن مدرب على أكمل وجه وبيقوم بشغله بشكل الحقيقة متفاني وأقدر أقول أنه يبختك يا طهري بالفريق اللي عندك ويبخت الفريق بتاعك بك يا طهري طهري صديق عزيز عشرة وصداقة وزمالة لأكتر من عشرين سنة دلوقتي بس مش هقدر أقول إن شهادتي مجروحة على الإطلاق لكن أقدر أقول إنها شهادة أمينة جدا 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 إحنا شايفين قدامنا تغطية احترافية تنافس أي قناة أو أي شبكة موجودة في الإقليم العربي وده تنافس رائع وجميل دائما ما بيننا وما بين بعض بل وتنافس أيضا الشبكات الدولية اللي عملتوا في هذه التغطية يخلي طبعا الواحد يمكن طهري يعارف وبعض المشاهدين عارفين أنا من غوات هذا النوع من التغطيات لسته كمشاهدا وإنما كصحفيا يعني حب أروح مناطق الصراع وما إلا ذلك فقعد أقول ويارتني كنت معاكو بجد والله فإذا احتكتوا حد يا جماعة يطلع على القطاع بس أقولولي وأنا جاهز جاهز فهلبس الفاست بتاع براس والخوزة بتاع براس الصحافة والله إلا بسافرت قبل كده ولا كان في براس ولا عاجة وكنت طالع زي ما أنا كده على كل برافو شغل حقيقي الواحد يبقى فخور بيه ونقول إنه قناتنا القاهرة الإخبارية وبقول قناتنا يعني كده بملو الفم زي ما بيتقال في النهاية هي واحدة من قنواتنا في الشركة المتحدة وبالتالي أي تميز يحصل لأي من قنواتنا هنبقى كلنا فخورين بيه التميز الحقيقة الفائق والرائع في هذه التغطية واللي كان من نصيب قناة القاهرة يخلينا كلنا يعني فخورين وسعداء سعيدين جدا وبرافو وزي ما أنا دايما كده بستخدم مصطلح بتاعي عاشة رجالة